شوفوا مجريات مباراة هولندا تقريبا كانت كلها لمنتخب السنغالي لكن الفعالية كانت من جانب الهولنديين الصبر في الدقائق الأخيرة لأنه المنتخب الهولندي في تلك المباراة عرف كذلك كيفاش يسير ويصبر في المباراة ويبقى في الخلف ويلعب بالمرتدات يعني كل هذه الأشياء اللي ربما تأدت إلى خسارة المنتخب السنغالي لكن أعود لك إلى شيء مهم لأنه عملت بعض الإحصائيات أقول في هذا المنديل خاصة في هذا المنديل تقريبا 70% من الأهداف التي سجلت كانت عن طريق الهجم المرتدة يعني قليل ما شفنا الهجوم المتموقع أي لطاك فلاصي ويمشيوا لكي يسجلوا الأهداف كذلك في بعض الأحيان وكثير من الأحيان الهجم المرتدة سواء في محور أو في كثير من الأحيان على الأطراف يعني هذا الشيء اللي يخلي ربما المنتخب الياباني استعمل المرتدات الكوري استعمل المرتدات المنتخب البرازيلي في بعض الأحيان يلعب لجزا تاك فلاصي ويلعب على المرتدات المنتخب الهولندي كدوى مثله المنتخب الأرجنتيني بالرغم من عنده ميسي وعنده ديماريا لكن كثيرا ويستعمل المرتدات يبقى في الخلف ويلعب على المرتدات يعني كل هذا الهدف تقريبا بالنسبة مئوية كبيرة سجلت عن طريق المرتدات ترجمة نانسي قنقر